أحسن الله لكم من سينا السائل أحمد يقول ما حكم الأمان والصلاة في وسط القبور المقبرة مأجورين لا تجوز الصلاة في المقابل لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقوله صلى الله عليه وسلم ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإن يالهاكم عن ذلك مساجد معنى أنه صليت سواء الوني عليها مساجد أو لم يبنى وكل مكان نصلى فيه الإنسان أهو مسجد قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فلا تجوز الصلاة عند القبور لأن ذلك وسيلة إلى الشرك ويجب على المسلم أن يتعلم أمور العقيدة حتى يتجلب ما يطل بها يتعلم أنواع الشرك كما يتعلم أنواع التوحيد تعلم هذا ويتعلم هذا تعلم التوحيد من أجل أن يؤديه ويتجنم الشرك ويتعلم الشرك من أجل أن يجتنبه لأن الإنسان لا لم يعرف الشر فإنه يقع فيه فهو لا يدري قد قال حليفة باليمان رضي الله عنه كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يقع فيه فلابد أن النسان يعرف الأشياء التي تخل بدينه ولا سيم العقيدة من أجل أن يتقل نبه وإذا كان يجهلها يقع فيها ولا يجوز الأذان في المقبرة الأذان لا يجوز في المقبرة وإنما يؤذن في المكان اللايق بالأذان في المسجد أو المكان الذي يريد أن يصلي فيه خالد المقبرة إلى حضرة الصلاة وهو في بر أو في السفر فإنه يؤذن ولو كان وحده وإذا كان معه جماعة فالأذان يتأكد ولو كانوا في سفر أو في بر إنهم يؤذنوا للصلاة لا تحصل